بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين انا عملت لكم هذا حق رمضان يعني اذا عملتوه في رمضان رح تدعوني ان شاء الله خبز عادي خبز عربي شامي الخبز الرقيق اللي من بعده عندنا في السوبر ماركت بدل ما نعمل عجينة جبت لكم شي سهل وسريع جدا الحشوة بصراحة مميزة هذا الخبز شايفين دجاج مسلوق صدرين حبتين بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة جبنة شدر مبشورة هذي جبنة صفرة جبنة شدر مبشورة حبة فليفلة حمرة نصحبة فلفل حار احمر حبة بيض وبقسمات وبصل بقدونس او كزبرة او شبت الخضرة الموجودة عندكم كمون فلفل احمر مجروش اول شي الدجاج طبعا سلقناه خليناه يبرد انقطعوا نقطعوا صغير كده اول شي بالطول بعدين بالعرض صغير صغير هذا هو بعدين نحطوا في الصحن يعني طبعا هذا المقدار حسا ما تحبون تحبون تحطون زيادة الحلو فيها تعملونها تحطونها في الفريزر اي وقت اطلعونها تقلونها مقرم مشها لذيذة تاخذ العقن نصخن شوي الزيت نقل البصل يذبال نحط الفليفلة نص حبة انا حطيت والله حمرة كبيرة ووحدها احارة حطين البطاطس نقطع ناي مش مسلوق نقطعوا احنا نبغى بعدين يقرش هو حيستوي نغطيه خمس دقايق سبع دقايق شايفين مع البخار رح يستوي نص السوى ما عليش هالحنا نحط الدجاج رح يستوي معه نقلبه شايفين بعدين نحط له البهارات والملح ثوم اول شي ثوم مفروم شوية وزنجبيل مبشور شوية يعني شوية شوية ما كثرنا دائما التكثير في البهارات وفي النكهات تغير الطعم احنا نحط اشياء تبرز الطعم شوية ثوم وشوية زنجبيل مبشور طازج قلبناهم تطلع ريحتهم بعد الآن البهارات فلفل احمر فلفل اسود كمون وملح ونقلب ما نكثر الملح لاننا نحط جبنة لا تنسون هذا هي قلبناها الحين نتأكدنا انه كلها البطاطس شربت هالاشياء نحط الدجاج المسلوق المقطع هذا هو خليه تشرب الدجاج عشان ناخذ الطعم نحطه على جام يبرد في صينية اذا برد تمام حطينا البقدونس او الكزبرة او الشبت والجبنة الصفرة المبشورة هذا هي الجبنة نقلبها تتوزع المقادير تمام الحين هذا هو الخبز نقصه بالمقاص اربع قسم بعدين نفتح كل قسم شايفين نشيله نفتحه عشان ناخذ الطبقة رقيقة هذا هو نحط الحشوة على جام نلفه زي السبرنجرول اصابيع طبعا نكون مذوبين ملعقتين الطحين في شوية موية لما يصير معجون سميك شوي نلفها هذا هي على جامب نحط من معجون الطحين مع الموية عشان تلصق وقت القالي ما تنفتح علينا بعدين يروح تعدنا على الفاضي نلفها زي كذا نخليها على جامب لما نخلص من الجميع هذه واحدة ثانية عملها عشان تتأكدون سهل لفها خاصة يكون الخبز ضازج في نفس اليوم الخبز البايت ترى يمكن يتعبنا ويتكسر نغمسه بيض مخفوق بعدين بقسمات ندحرجه تمام من جميع الجهات والجوانب ما ننساها اهم شي كذا نحطهم في الجوانب نرتبهم في الصيني ندخلهم الفريزر ربع ساعة نفس ساعة بعدين نقليهم على دفعات بالزيت ونقلبهم وقت القلي نقلبهم عشان يحمرون وحمصون من جميع الجهات الزيت ما يكون حامي كثير وسط عشان على مهل يقرمشون والله ما في اطيب منهم مقرمشين وحلوين مليون مرة احسن من الاسبرنجرول كل اللي اكلوهم ما صدقوا انها خبز يفكرونها عجينة احنا عاملينها بعدين نحطها على ورقنا الشافي روح الزيت ونقدمها ما في اطيب منها اعملوا كمية وحطوها الرمضان ولا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب تابعوني دايما والله شي لذيذ جدا والحشوة مميزة بصراحة سواء البطاطا ساحين شوفونها من جوة والفليفة الحمراء اللي عطتها بعم والجبنة ألف عافية ان شاء الله تابعوني دايما ان شاء الله كل يوم في اشياء حلوة الرمضان انا قاعدة الحين اكتف المجهود يعني كل يوم ان شاء الله فيديوهين اذا قدرت عشان ان شاء الله تستفيدون افكار بسيطة وسهلة وسريعة يعني اسرع من كده ما اعتقد فيه الوقت كله راح في التقطيع بس شوية وسلق الدجاج الباقي كله شفتوه اشتركوا في القناة